بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى لئس أروح للمرء ولا أطرر لهمومه من أن يعيش سليم القلب مبرأ من وساوس الضغاء وثوران الأحقاد إذا رأى نعمة على الناس أو للناس رضي بها بل فرح بها يعيش بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطاني يحب الخير للغير يصف بنفسه وبصدره من الغل والحقد والحسد والأحقاد يتمنى لكل الناس أن يعيشوا في سعادة وفي هدوء وفي سلام وفي يسر من أمرهم يدعو للغير فيأتيه الخير كما قال إمام الدعاة الشعروي أسأل الله تعالى أن ينزل على قبره شآبيب الرحمة والرضوان ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يحدثنا عن هؤلاء الذين تمتلئ قلوبهم بسلامة الصدر فيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هؤلاء يعيشون في سعادة يتمنون الخير للغير عن عبد الله بن عمر قال قيل يا رسول الله أي الناس خير قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قيل صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم كل تقي نقي لا غل ولا بغي ولا حسد إذن القلب الصافي نعمة ورقة القلب وصفاء القلب وفروسية الروح نعمة لا يمتلكها إلا من يؤمن بأن الله تعالى هو الرزاق وهو الذي يقسم الأرزاق حتى الحب يقسمه سبحانه وتعالى كيف يشاء لمن يشاء بالطريقة التي يشاء وعلى الإنسان ألا ينشغل بغيره وإنما ينشغل بنفسه وقد أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بإصلاح ذات البين وبين أن البعد عن إصلاح ذات البين هي الحالقة لا تحلق الدين وإنما بيّن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن فساد ذات البين تأخذ الإنسان إلى الضياع وإلى الهلاك وقد حذرنا من الشيطان ومن تبعية الشيطان فقال أيها الناس إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه من أعمالكم فاحذروا الشيطان على دينكم فاحذروا الشيطان على دينكم فاحذروا الشيطان على دينكم إن الضغينة إذا نمت وتفرعت جذورها ضاعت زهرة الإيمان الغض وضع في نفس الإنسان اليقين بأن الله تعالى هو الرزاق وأنه هو الذي يعطي ويمنح ويرضي وإنما إذا آمن بالله وذكر الله ونقى نفسه وقلبه وصدره من أي حقد أو ضغينة عاش في سعادة وفي صفاء وفي سكينة ووصل إلى مستقر الرحمة وعلم أن الله تعالى لن يتركه في أي موضع كان وإنما عليه أن يتوكل عليه إذا هممت بفعل أمر فاجعل التوكل مركبة العبور وإذا عصاك الدهر يوما فسل المولى لتيسير الأمور لا تجزع لضيق الرزق أبدا يرزق العصفور من بين النسور كن شاكرا ما دم تحيا واعلم بأن أيام الدنيا تدور واعلم بأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور علينا أن نتمنى الخير للعباد وعلينا أن نسأل الله تعالى أن يجود علينا من خيراته ومن بركاته وأن يكرمنا والناس من عطاءاته سبحانه وتعالى وليس من فضلنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم